الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وعلى كل من انتهج نهجه وصار على ضربه إلى يوم الدين وبعد فهذا الموضوع من الموضوعات الخطيرة المهمة في حياة كل إنسان لأنها تخاطب جميع شرائح المجتمع الصغير والكبير المتعلم وغير المتعلم المثقف وغير المثقف الجميع يحتاج إلى هذا الموضوع المتعلق بأمانة الكلمة والكلمة خطيرة لدرجة أنها ترفع أقواما وتخفض آخرين والكلمة بلغ من خطورتها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمسلم هنا معناه المسلم الكامل الذي أسرت فيه صلاته والذي حققت نتائجه والتي أتت بنتائجها فيه والذي صام حق الصيام فبلغ بإسلامه الكمال صفه لنا يا نبي الله فقال من سلم المسلمون من لسانه ويده ولعلها هي خلاصة دين النبي صلى الله عليه وسلم أن يسلم الناس جميعا من لسانك ومن يدك ولذلك في حديث آخر نجد أن سيدنا معاذ بن جبل يأتي فيقول كنت في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أدراك أن يكون معك حبيبك صلى الله عليه وسلم رفيقا في السفر فيقول فكنت قريبا منه لعلها فرصة سانحة أن يسأله معاذ سؤال لأنه قريب من النبي صلى الله عليه وسلم فيقول يا نبي الله دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار وهذا السؤال غاية كل إنسان وغاية كل موحد أن يدخل الجنة وأن يبتعد عن النار فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يصره الله عليه تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما آخر حتى قال يا معاذ ألا أنبئك بملاك الأمر كله سأعطيك خلاصة ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يملك عليك أمور حياتك كلها فقال سيدنا معاذ لبيك وسعديك فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عليك هذا وأشار إلى لسانه فهنا نزلت الكلمة كأنها صاعقة على قلب معاذ وزلزلت وحركت وجدانه فقال يا نبي الله أو إنا لمؤاخذون بكلامنا هو كل كلمة أقولها أو أتحدث بها أو كل تعبير عن مشاعري أو كل حركة من حركاتي في الحياة سواء من خلال السوشيال ميديا أو من خلال التعليق أو من خلال اللايك من هذه الأمور مؤاخذون بها فقال النبي صلى الله عليه وسلم ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس على مناخرهم في جهنم إلا حصائد ألسنتهم كأن اللسان يحصد جميع أفعال الإنسان لأنه أخطر عضو في الإنسان ولذلك تجد القرآن الكريم رب الصحابة ورب التابعين تربية على خطورة الكلمة فقال جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك بتغاء مرضات الله فسوف نأتيه أجرا عظيما وقال جل وعلا ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ولعل في تعبير القرآن الكريم بكلمة يلفظ خطورة لماذا لأن الذي يلفظ هو الطعام بعد مضغه فتخيل معي إنسان يلفظ شيئا معناه أن هناك فعلا من هذا الإنسان لا يقبله الآخرين لا يقبله الآخرون فيجي سيد القرآن الكريم يقول لي ما يلفظ كأنه لا يحب أن يتكلم الإنسان إلا بالكلمة الموزونة المضبوطة التي تحقق الهدف التي تأتي بالمصلحة وتبعد بالإنسان عن المفسدة من قول من هنا جاءت في سياق النفي فيقول العلماء نكر في سياق النفي فتعم أي تعم كل كلمة يقولها الإنسان سواء كانت كبيرة أو صغيرة جليلة أو حقيرة سواء كانت كلمة بالقول أو بالإشارة أو كما قلت لحضراتكم التعبير من خلال وسائل الاتصال الحديثة من خلال السوشيال ميديا أو من خلال التعليق على منشور معين أو من خلال لايك كل ذلك يدخل في كلمة من قول إلا لديه رقيب عتيد وقال جل وعلا أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون فكل كبيرة وكل صغيرة تكتب على الإنسان العاقل هو من من يفكر ثم يتكلم والسفيه من يتكلم ثم يفكر في كلامه فيكون عقله تبع لسانه ولذلك حذكر من مشاهد القرآن الكريم أبين لحضرتكم جميعا إزاي اللسان وإزاي التعامل والكلمة بتحول الإنسان سيدنا الخليل إبراهيم عليه السلام مشرك بل ويصنع الأصنام أبوه مشرك ويصنع الأصنام وسيدنا الخليل يدعو إلى توحيد الله جل وعلا الاثنين تحت سقف واحد أسرة واحدة عايشين في بيت واحد فأراد الخليل أن يدعو أبا حيدعيه ويدعيه للتوحيد يعني هذا يصنع رجالا يريد أن يصنع رجالا تعبد الله والثاني يصنع أصناما تعبد من دون الله وشوف الدعوة ربنا يقول لنا في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديق النبي إذ قال لأبيه يا أبتي وهو كافر مشرك شوف الكلمة وانظر إلى المدلول والتعظيم والاحترام بين الإبن وأبيه مع إن الاثنين على طرفين قيد ويقول إنه ده عمه أصلا مش أبي يعني على طرفين ده المقصد أدري يعني الكلمة لكن الاحترام حتى يعني الكلمة كيف تخرج وكيف يعبر بها مع إن الاختلاف واسع مش اختلاف ضيق ما بين الطرفين نقدر نصلح فيه لا اختلاف واسع ومع ذلك يقول يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا هنا العلماء يقولون أتاه من ناحية العقل والسؤال فعلا لازمه العقل لأنه لا يصح أن تسأل مجنون لو في مجنون مش في الشارع ما ينفعش حد يسأله يقول له أروح منين وجمنين لأنه مجنون فالسؤال فرعه العقل يعني اللازم من أنت تسأل لأنه العقل فسأله لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا فلم يستجب فقال له يا أبتي بردك بتاء التعظيم تاني إني قد جاءني من العلم ما لم يأتي فاتبعني أهدك صراطا سويا فلم يستجب فأتاخ نداء ثالثا يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا فلم يستجب يعني العقل العلم العقل والعلم ثم الإيمان ما استجب كلمه بكل اللغة فنداء من ناحية العذاب والتخويف وشو بقيت معايا كده يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن يا الله ما قالوش لا من المنتقم ولا من الجبار ولا من المعاقب أبدا اختار أفضل صفة وهي صفة الرحمة من الرحمن فتكون للشيطان وليا شوف الرد التاني بقيت قال له إيه قال أراغب أنت أنت هنا للتحقير عن آلهتي وأضاف الآلهة إلى نفسك يا إبراهيم لإن لم تنتهي لأرجمنك حضربك أو أسبك أو أجتمك وهجرني مالية واضح أن الكلام ده دكتور أثر برضو فيه يعني جنب يناخبش جوة مخ يقول له متسقط بقى أنت يعني أنت كده استخيل أسيب التجارة دي وأسيب أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لإن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مالية تخيل دفئين ودفئين يرد علي يقول له سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفية فهذه المعاملة وهذه الكلمات التي ينطلق بها الإنسان ليدعو الآخر أيًا كان الخلاف اللي بينهم وأيًا كانت المساحة التي لا يوجد عليها أي دوائر اتفاق فتجد الكلمة تؤثر سواء تؤثر بالسلب أم بالإيجاب لكنها مؤثرة ولذلك قالوا الكلمة من الكلم كأنها تؤثر في داخل الإنسان وتكلمة كأنها تجرحك ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت هاخد حكاية كده سيدنا عبد الله ابن عمر كان بيعمل إيه عشان يدقخ في الكلمة جدا كان يصعد على جبل الصفا وكان يقول يمسك اللسانه كده ويقول يا لسان قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم فإني سمعت حبيبي محمد يقول أكثر خطايا أمتي من اللسان يا الله سيدنا عبد الله ابن عمر يصعد على جبل الصفا سيدنا عبد الله ابن عمر يسموه كده المتابع الأول لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ويمسك لسان ويقوله كده يا لسان قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم فإني سمعت حبيبي محمد يقول أكثر خطايا أمتي من اللسان وكان من قبله أبو بكر الصديق يمسك لسانه فيدخل عليه الفاروق عمر فيقول ما لك ما لك ما هي يا أبو بكر إينا حصل لك تخيل اللسان سيدنا أبو بكر الزاكر الشاكر الذي يتكلم كلاما منضبطا الذي لا يخرج الكلمة إلا إذا فكر مليون مرة الكلمة هذه حجب وحترتب ضرر وحجب مصالح إن كان فيها خيرا تكلم وإن كان فيها شر سكت يدخل عليه الفاروق عمر فيجده يمسك لسانه ويقول له الفاروق عمر ما هي أبو بكر فيرد عليه الصديق ويقول هذا الذي أوردني المهالك ده اللي بيجيب للمصائب بحلها وليس المقصود بالكلمة خد بالك الكلمة اللي هي القول بل قد تكون الكلمة الإشارة عشان كده أم المؤمنين عائشة لما جات في حديث تقول للنبي صلى الله عليه وسلم حسبك من صفية وأشارت فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة لقد قلت كلمة مع أنها أشارت لأدوات التعبير المختلفة ولذلك نقوله دايما وإحنا هنا دلوقات نقول الباضي لانجوش وحركة الجسد وما إلى ذلك أيا كانت كلها لها معاني تساوي الكلام نعم لأنها مدلول فما دام المدلول قد وصل إلى السامع أيا كان نوع التعبير اللي عندك سواء كان بالإشارة سواء كان بالقول سواء كان بالغمز سواء كان باللمز سواء زي ما قلت لحضراتكم مستخدام السوشيال ميديا أخطر قول موجود في العصر الحديث دا كلمة وتحاسب عليها ودخل في المدلول ده فعشان كده أقول لحضراتكم الكلمة إما رافعة وإما خافضة إما معمرة وإما مدمرة إما بانية وإما هادية وإما بانية وإما هادمة فاتقوا الله في الكلمة من كان متكلما فليقل خيرا أو ليصلك والله هو وسائل التعبير كثيرة ومتعددة وكذلك وسائل الاستماع كثيرة ومتعددة لكن الإسلام له نظرة في التربية يعني الإسلام في نصوصه وفي التطبيق العملي من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم له نظرية كاملة في هذا الموضوع فمثلا حنيجي أنا على قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم حلاقي أنهم كلهم حية اسمها المعلقات السبع فمن ضمن المعلقات السبع يسموها كده بعضهم قال أنها تكتب بماء الذهب لعظمة ما فيها من معاني وجدنا فيها بعض الكلمات واحد يقول ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين ونشرب إن وردنا الماء صفوى ويشرب غيرنا كدرا وطينا ده منطال فخر العنجهية يعني تخيل بهذه العقلية يعني اللي اضربك اضربه زي ما قال فضل الشيخ نعم زي ما قال فضل الشيخ مصطفى بهذه العقلية جاء إليها القرآن الكريم وجاءت إليها سنة النبي صلى الله عليه وسلم يجي القرآن يقول وقول للناس حسنة وقل لعباد الذين آمنوا يقول التي هي أحسن يختاروا أجمل كلمات عندهم وأجمل تعبير يقدروا يطلعوا للناس سواء من خلال قسمات الوجه وأنا بنقول لك الكلمة مش قصرة على المنطوق فقط بل قد يكون تعبيرات الوجه ولذلك من عظمة وروعة القوانين المحمدية إن النبي صلى الله عليه وسلم جلنا كده تخيل من الحضيط ألا لا يجهلنا أحد علينا يجي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم تبسمك في وجه أخيك صدقة منين؟ من الحضيط إلى السماء من القاع إلى النجوم ياخدتم النبي صلى الله عليه وسلم ويرق المشاعر ويهزبها ويطيبها ويطلع لنا نموذج بشري لم تراه البشرية نموذج جديد خالص في الكلام وفي الاستماع وفي محاسبة النفس وفي التعايش مع الآخرين نموذ جديد من كان متكلما فليقل خيرا أو ليصمت قال النبي صلى الله عليه وسلم تبسمك في وجه أخيك صدقة كل ذلك يدي مدلول لطبيعة الشخصية المسلمة أمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم كان يتخير الكلمة ويتخير كيفية إخراجها فعن أبي قرصافة يقول بايعت النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأمي وخالتي فعند منصرفنا قالت أمي وخالتي يا بني والله ما وجدنا مثل هذا الرجل على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أجمل الناس وجها وألينهم طولا وأعذبهم منطقا صلى الله عليه وسلم يعني إيه لما يجي واحد عربي فصيح يوصف لي واحد بالكلام ده معناه أنه هو بقول أن اللي قعدنا قدامه ده بيختار أجمل وأفضل وأضق وأضبط كلمة ويطلحها يبالها تأثير إيجابي في شخصية الموجود قدامها يا بني والله ما وجدنا مثل هذا الرجل أجمل الناس وجها وأعذبهم وأحلاهم منطقا صلى الله عليه وسلم من هنا بدأ الصحابة يخضوا من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إزاي يتكلموا وإزاي يسمعوا وخرجت أجيالا كبيرة من الصحابة يعلمون منطق الكلمة ومدللها لضرية زي ما ذكر فضيلة الشيخ مصطفى إن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ظر أبو ظر يقول كلمة لسيدنا بلال بن رباح تخيل يقول له يا ابن السوداء كلمة لعلها تعبر عن حقيقة لكنها كلمة يلمح أو يشم من خلالها يعني النقيصة يجي سيدنا النبي يقول له أعير تخو بأمه إنك إمرء فيك جاهلية ما ذال فيك ألا ليجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين ويجي النبي صلى الله عليه وسلم مع امتداد الزمن يطلب سيدنا أبو ظر الولاية يقول يا أبا ظر إنها خزي وندامة وإنك إمرء فيك ضعف جال الضعف منين مع إن أبو ظر الغفاري أول من نطق بالقرآن الكريم في قريش بشجاعة وبقوة ولكن قال له الرسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبو ظر إنك فيك ضعف إنك لا تضبط نفسك في بعض المواقف ويخرج منك بعض الكلمات يا ابن السوداء فعل الإنسان أن يتخير وأن يضبط كلماته وأن يضبط إشاراته حتى يحقق خلافة الله في أرضه قلنا إن الكلمة إما رافعة وإما خافضة الكلمة إما تبني إما أن تبني وإما أن تهدم إما أن تعمر وإما أن تخرب لأن الكلمة مؤثرة بل خطيرة كما قلنا إن الكلمة خطيرة يعني إحنا في الإسلام نجد كلمة رجل قال لزوجته أنت عليك ظهر أمي كلمة قالها يجي الإسلام ويضع فيها قانونا صارما شديدا حتى يلجم الإنسان لسانا من ناحية هذه الكلمة فيجعل فيها صيام شهرين متتابعين ويطعم ستين مسكين من قبل أن يتماسى من قبل أن يتماسى كل ذلك ليعطيك أن مدلول الكلمة وأن الكلمة التي تخرج من فمك لن ترجع إليك مرة ثانية فقبل أن تتكلم يمكن أن تتحكم لكن بعد أن تتكلم وبعد أن تخرج الكلمة خلاص خرجت سمعها هذا سيتناقلها والتاني حيتناقلها والتالت حيتناقلها لذلك كل شيء يولد صغيرا ويكبر اشتركوا في القناة